يعني حضرتك طبعاً دايماً بتؤكد إنه هناك أفكار لابد من مواجهتها البعض بيفهم أحياناً وهو فهم خاطئ يعني أنا بقى أقر بهذا أنك ضد الأفكار الدينية المتشددة ضد بعض رجال الدين الذين يتشددوا في أفكارهم لكن لست ضد الدين طبعاً أصل هو محاولة تقديم الموضوع لأنه ضد الدين ده محاولة لتشويه الحوار وإسقاط أي واجهة فيه أنت ضد أفكار في الدين ضد أفكار وحتى مش ضد أشخاص لأن الأشخاص دولة يعني مراحين وجايين يزولون يعني يغيبون إنما الفكرة كلها في الأفكار المقدمة أنت لازم دواجبك أنك تبع في مواجهة مثل هذه الأفكار المتشددة والمتطرفة طب بتعمل إيه في مواجهتها؟ بتنعيشها المشكلة الحقيقة أن الطرف المتشدد هو اللي مش عايز النقاش والطرف المتشدد هو اللي بيرفض الجدل والاختلاف وهو اللي بيوصم المختلف معاه من الخروج والمروخ من الدين يعني أنت ما بتقولش أنه السلفي المتشدد ده خرج عن الدين بتقول أنه عنده مفهوم متشدد للدين أنا أرفضه وأنا أحاوره وأنا يعني أقود معركة ضده إنما هو يقول الراخ اللي ضد ده كافر مرتد ضد الدين عايز هدم الدين شايف يا طبيعة حتى التوصيف هنا مختلف على التوصيف هنا فسهل جدا أنك أنت تجي تناقش أي صاحب أفكار متطرفة فيقولك ده أنت ضد الدين مدعيا أنه الدين مش أنه فاهم في الدين أنه مش التدين اللي عنده لا ده ما يملكه هو الدين فيصبح هو ممثل ووكيل الدين على الأرض ومن حقه أنه هو يحاسب الآخرين بمصطرة أفكاره هو مش أنه الناس مختلفة ومتبينة في أراءها وأفكارها فضلا على المصدرة يعني أنت لا تصدر حقه في أن يتشدد إنما هو يصدر حقه في أن تناقش تشدده سبحان الله يعني أمور بدت وكأنها يعني عجائبية غرائبية جدا يعني